اشتركوا في القناة ويتقول ايه الفن ويتقول ايه المسال خير اولا لكل انسان قضية ولكل قضية جائزة ولكل جائزة ثمن الناس في الحياة نوعين نوع يريد ان يكون عظيما بنفسه ونوع يريد ان يكون عظيما من خلال الاخرين وهذا النوع هو اقلية في الحياة بل عملة نادرة موهبته ليس فقط ما يمتلك من موهبة ولكن الموهبة لديه هي فن اكتشاف الموهبة الموهبة لديه دائما تكون شرارة لانطلاق موهبة الاخرين دكتور حسن راتب انا في قمة السعادة والامتنان لانك النهاردة خلتنا كلنا في حضرة رئيس جمهورية التمثيل الفنان محمد صبحي الله عليكم استاذ محمد في البداية انا عارف انه الحنين الى الاهل يفسد على العينين منظر الفردوس والحنين الى الزوجة بشكل خاص يفسد على الانسان متعة الحياة وبهجتها لكنك لست ملك نفسك لما بنخرج في اي بلد عربي بتقلنا انتو بلد محمد صبحي مصر مش بس الاهرامات وبلهول مصر مش بس الحجر مصر البشر لمنها الفنان القدير والعظيم محمد صبحي الملك يود ان يكون فيلسوفا والفيلسوف يود ان يكون ملكا الاعداد دي بتفكرني بحاجة قرأتها انه في مرة من المرات وقف يوسف ادريس وكرم مطاوع على خشبة المسرح وقال المخرج يود ان يكون مؤلفا والمؤلف في اعماق اعماله يود ان يكون مخرجا ولكن المؤلف معتز بما قدم من محتوى والمخرج معتز بما قدم من فهم للمحتوى هذا المحتوى الذي يغيب عن الشاشة الان الشاشة لم تخلق لكي يحمل فنان ولا اعلم من يتحكم في خريطة الشهرة في مصر انا في قمة السعادة والفخر والامتنان وانا موجود قدام حضرتك اسمح لي اقف احتراما وتقديرا واجلالا شكرا اولا بشكرك انت عملت صورة عجبتني شكرا اه وانا بقول انت خير دليل على اللي انا قلته في مسألة ما هوش مش شيء مهم ان الشباب يطلبوا انهم يشتغلوا لان انا هكون صريح اكثر احنا عملنا مسابقى لعشر تلاف وظيفة قبل ما يبقى فيه حد قد وحد اقصى قبل ما يبقى فيه حكاية الف ومتين عشر تلاف وظيفة موجودة في قاعة المؤتمرات الكبرى شركات كبيرة عشر تلاف وظيفة اقل مرتب يبدأ بيه الف ومتين كان وقتها ده اللي قدم خلال شهر 280 واحنا عارفين المشكلة بتاعت الشاب اللي خلاص هو سلم نفسه للمقهى سلم نفسه لبتا هو عايز يبقى عميد كلية انا عمري محلمت ان انا كن عميد معيد مش عميد بيت معيد 95% عشان ابقى مجامل يعني 5% من خرجين الجامعات ما بيشتغلوش بشغلتهم صحيح ملهاش علاقة بشغلتهم طيب نعمل زي تاتشر تاتشر كان بتدي ستين جنيس سرليني في الأسبوع للي ما اشتغلش ومدي له فرصة ستة شهر اذا ما تعلمش حاجة وحتشغله فكل الشباب كانوا بينزلو يروحوا يتعلموا ستة شهر ويروحوا يخلاص اشتغلوا وتعلم حاجة جديدة مش شرط شكرا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا فخور ان التقي بشاب من هذا النوع وبقول ان اسكى انسان لم يولد بعد وانا اتمنى من قلبي ان تكون وجيلك افضل ردة وانت نموذج من المصري المحترم كلامك صحيح ولغتك قوية وعلمك واضح انت عنوان طيب لمستك من الشباب الشباب المصري اللي احنا لازم نحافظ عليه وهذا النوع من الشباب انا يعني بنضم صوتي لصوت معالي الدكتور حسن في اهتمامه ورعيته بابناء هذا الجيل لان دولة انتوا اعماد المستقبل احنا جيل خلاص حربنا وخلصنا ودفعنا عن الوطن وانتوا بقى ابن الوطن اعنا شاركنا في حروب وتعبنا وعشنا ايام صعبة لكن في دقل مصر وانتوا في دقل مصر هتبنوا مصر وتمنى ان انا ازور في يوم الايام جامعة سيناء واشوف واشوف النمازك اللي هناك من الطلبة وانا متأكد ان العرب السينوية فيهم زكاء فطري شديد فهنجد منهم ناس على مستوى عالي الامة هتتبني بيكم واحنا محتاجينكم وحفظوا على نفسكم شكرا سيناء الحياة عصم باشا يعني يسعدنا ان يكون نهاردة رئيس مجلس صدارة نادي الجزيرة معنا انا بشكر معالي حسن بيراتب ان اتدني الفرصة ان نحضر صالون جميل يضم نخبة ممتازة مثل حضراتكم وبتمنى من قلب المصر انها تستعيد بسرعة عناصر قويتها النعمة بفضل النماذج المتميزة اللي زي فنننا العزيز الاخ محمد صبلي مصر كانت دايما بتقود في ظل أصعب الظروف بقويتها النعمة اللي بتعتمد فيها على ثقافة أمناءها وحضارة مصر اللي كلنا بنفخر بها انا بدعو انا بدعو حضراتكم لصالون في نادي الجزيرة هنتفق مع معالي حسن بيراتب الموعد فيه ونادي الجزيرة انا بقولها من قلبي هو قلعة من قلاع الرياضة والثقافة في مصر وارجو ان حضراتكم كلكم مدعوين تكونوا موجودين معانا في اليوم ده عشان تشوفوا بنفسكم احنا في النادي بنهتم ازاي بالثقافة وبالفن بتمنى الليلة سعيدة لحضراتكم شكرا جزيلا قبل معرج على أبنائي بتوع جامعة سينة أجمل ما في جامعة سينة اللي كنا من أول يوم وانا حطت ايدي في ايد الدكتور محمود الشريف وانحنا بنعمل الجامعة دي ان احنا بنبني شخصية مع الدرجة العلمية يعني بنمنح حد هايلي كوليفايد ولازم يكون بناء الشخصية لذلك احنا كان كل طالب لي ملف النشاط الرياضي النشاط الفني النشاط الاجتماعي وعلى فكرة من أكتر الناس اللي كانت معانا وبتروح العريش وتعمل محاضرات للطلبة حضرتك تذكر أستاذ محمد صبحي كان يلتقي مع الطلبة وكنا بنقعد معهم الناس أصحاب الفكر وأصحاب الرؤى ولذلك أبنائي في جامعة سينة أنا بعتز بيهم لأن أنا بعتبرهم فعلا أبنائي والله العظيم كل واحد فيهم محمود حسن راتب وردو حسن راتب وده يعني دي حقيقة يعني وتعامل معهم بالمنطلق ده من المفهوم ده ولذلك أنا بتأكد إن إحنا عملنا حقيقة كويسة الحمد لله في جامعة سينة خليني يعني أعرج على سينة مدام بنتكلم عن سينة ومعنا الشيخ عيسى الخرفين ومعنا نقيب الأطباء في سينة أنا دايما بحط في مجلس الأمنة أبناء المنطقة معنا الشيخ حسن خلف والشيخ عيسى الخرفيني عضوين أصلا في جامعة سينة تفضل أنا الشيخ عيسى الخرفين شيخ مشايخ شمال سينة ومن أهل سكان رفح والمنزل بتاعي يبعد عن الحدود الدولية ثلاثة كيلو فنسفوها الإرهابيين تم نسفوهم طريق الإرهابيين بعد حادثة اغتيالي فصرت حاجرا ابنائي أربعة متجوزين وكانوا سكنين في البيت وصار اثنين وتلاثين نفس مرميين في العراء فامتدت يد الخير لي وطلبوني بالتلفون وقالوا لي تعالي واللي طلبني بالتلفون الدكتور عزان راتب أنا استمعت هنا من نسفو بيتها قال لي كان طيب خد كان يكتب الورقة وكان يديني ميط طنس من أبني بيه بيوت لولادي وادان وبنينا إليهم بيوت وسكنوا أنا بأقول لولادي هذا الرجل أبوكو التاني هو بعد أنا لمني أموت هو تقطعوه بالزيارة تفضلوا على اتصال معادي أما من ناحية أخرى من ناحية الثقافة ثقافة ثقافة الفن وثقافة الشعوب وثقافة كذا أولاً أنا خرج الكتاب أنا خرج الكتاب لا أحمل شهادات وزي ما قال الأخ قال أستاذ محمد صبحي رئيس جمهورية الممثلين أقول له إنها الآن توجد فجوات وفجوات الآن التلفزيون كله مسلسلات هندية ومسلسلات تركية وكذا وهذا لا يليق أبداً إذا إحنا فيه إحنا وين عظماء فين مسلسلات مصطفى كامل ومحمد فريد والنحاس باشا وغيرهم من العظماء فين هو فين ليه الكلام ده الكلام ده إنه هو شيء أنا بأشعر به إنه هو فيه قصور كان إحنا لما نسمع صوت العرب الصبح الساعة 5 تفتح إذاعة صوت العرب ويقول صوت العرب من القاهرة أخي فيه جيزان أخي فيه نجران أخي فيه المكلة أخي فيه ككذا كان اللي بديره محمد عروق ومحمد عوط اللي بدروا هم الساعة 5 هذا صوتكم من المحيط إلى الخليج تحنا كنا عن نغم دي بنعيش والواحد يبشعر بنفسه كان كانه حديد وشكراً شكراً لأستاذنا دكتور عمر سلامة بسم الله الرحمن الرحيم أولاً بداية أن أبد أن أنا أوضع أجاب الشكر لأستاذ الدكتور حسن راتب على الدعوة الكريمة وعلى يعني ضمي إلى هذا الصالون المتميز وبالقطع نهارضة يوم متميز الحقيقة في وجود الفنان الكبير الأستاذ محمد صبح والحقيقة يعني أنا مش عايز أقول يعني ابننا مصطفى يعني حقيقة قال جملة كويسة بس أنا شايف أن الأستاذ محمد صبح أكبر من كده كمان بكتير والحقيقة هو الموضوع مش موضوع تمثيل الموضوع موضوع فن هادف سياسياً اجتماعياً ثقافياً وتعليمياً ودية رسالة الأستاذ محمد صبح تبناها منذ بدايته وتلاحظ أنه هو خط عمل وخط أداء متواصل على مدار الأعوام وعلى مدار السنين اللي هو يعني أضاف إلينا بفنه الراقي المتميز و وهي هنا أنا عندي قصة برضو مع الأستاذ محمد صبحي إحنا كنا في التمانينات وكان هو بيسجل بمسلسل بتاع سنبل وكان وكنت أنا ساعتها مواندس استشاري بعمل فندق في نوابع كانت قرية الصيادين وكان كانتش فيه لسه المينة بتاع الصيادين دوت وهو وهو راح يسجل هناك مزلته فيه مزلته فيه وأنا كان عندي بنتي هلا عندها تاربع سنين كده وفضل يجري وراها عشان خاطر يخد بدا تمثل معا بس هي كسفة ومرضتش المهم فأنا الموضوع دوت موضوع الحقيقة في منتهى الأهمية وأنا أتمنى أن رسالة السياس محمد صبحي دي تنتقل إلى المجتمع المجتمع الفني والمجتمع الثقافي والمجتمع التعليمي لأنها يعني الحقيقة هو عمل جهد كبير جدا لكن جهد كان لازم يتكامل مع بقية أجهزة كانت قلبت أمنظومة كاملة عشان نقدر نبني هذا المجتمع بالصورة السليمة اللي احنا كلها بنتطلع إليها أنا الحقيقة يعني لابد أن أنا حقيقة على هذا وبشترك معاه في نقطة يعني ودخلنا بقى في مجال التعليم الحقيقة عمر وهو ألهب بصورة جيدة جدا يعني الموضوع الأستاذ الجامعة اللي رح يدرس في الأداة دي أنا وكي تنظر دايما مستوى المدرس هو اللي حينعكس على الطلاب على التلاميذ وعمر أبدا التعليم ما حيعله على مستوى المدرس اللي بيوصل الرسالة وبالتالي الاهتمام وأنا هنا بقول حقيقة الاهتمام بإعداد المعلم وأن يكون المعلم هو الفرد المتميز داخل المجتمع المصري والفرد المتفوق داخل المجتمع المصري دوت موضوع في منتهى الأهمية أنا رحية بحيي الأستاذ محمد صبحي مرة تانية وبشكر الدكتور حسن راتب على هذا اللقاء الممتعي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا احنا هادم أسجال برضو بين الرواد والشباب احنا معنا طالب من كلية الهندسة جامعة سيناء ومن العريش وجاي من العريش مخصوصا شنو يحضر السلوم فتفاضل يا شلم السلام عليكم اسمي عمار شلبي بكلية الهندسة جامعة سيناء قسم العمارة طبعا لا يسعني وصف الموقف في حضرة علمنا الجليل والستاذ دكتور حسن كامل راتب وفنننا القدوة العظيمة والستاذ محمد صبحي اللي ما تعلمنا منه هنفضل نتعلم بإذن الله المربي فاضل وصاحب قدوة وصاحب رسالة أثرت فينا وأثرت في جلنا وفي الأجيال السابقة وإن شاء الله بإذن الله تكمل الرسالة دي في الأجيال اللحقة بإذن الله كنا حابين نتكلم عن دور الفن إحنا عندنا في الجامعة يعني أخذنا بالنا جدا من موضوع الفن بدأنا نشارك فيه مصابقات على مستوى الجمهورية وكان بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا حصلنا على المراكز الأولى ومثلنا الجامعة ومثلنا الجمهورية في دول عربية كان آخرها السنة الماضية مثلنا جمهورية مصر العربية بإسم جامعة سينة في دولة الجزائر لفريق الفنون الشعبية حصلنا على مراكز عديدة في مجال المصرح كنت الحمد لله رب العالمين من الممثلين أو الطلبة اللي بيشاركوا في مجال المصرح في جامعة سينة حصلت الحمد لله على لقب أفضل ممثل على مستوى الجامعة فترات عدة كان الجامعة لها دور بارز إنها لما شافت في بعض الشباب الممثلين في الجامعة إن لهم دور في نمو النشاط الفني بالجامعة بدأت تحضر لنا مدربين من خارج الجامعة محترفين أصروا علينا والحمد لله أنا كعمار أسست أول فريق فني في شمال سينة خارج الجامعة من جامعة سينة تعلمت من جامعة سينة التمثيل وأسست أول فريق فني مستقل بيشارك فيه مهرجانات الشباب والرياضة كخطوة أولى وإن شاء الله بإذن الله كخطوات متلاحقة هنشارك فيه مهرجانات مستقلة ومهرجانات محلية أنا أتمنى طبعا إن شاء الله بإذن الله تشوفوا الشباب الفنانين اللي بيمثلوا سينة فيه فترة قريبة بإذن الله أنا طبعا بشكر حضرتك جدا لأستاذ محمد لأن أنت حضرتك ليك فضل كبير علي وعلى جيلة أنه نحن تعلمنا من حضرتك أن الفن ما هو مجرد فن يمارس أو لتقضية وقت الفراغ لكنه فن بيقدم رسالة مهمة جدا 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 للنهوض بمصرنا الغالية أنا في فكري أعتقد أن مصر مش هتنهض بالمصانع وبالوظائف فقط مصر هتنهض بالعقل بالفكر بالثقافة بالفن وأيضا بالرياضة أنا أعتقد أن المجالات دي مهمة جدا للنهوض بأي دولة ما بالك لما يكون دولة فيها أكثر من 92 مليون نسمة شباب بنسبة 60% لازم نشارك في في الفن وليازم نشارك بالرياضة ولازم نشارك بالثقافة مصرنا مش هتتقدم إلا أن تتقدم انا حلمت وانا طالب وكررت انا فعلا مؤيد للخطوة دي جدا وبشوف ان اي شاب عاجز عن انه يشوف حياته ويشؤ مستقبله في انتظار قرار حكومي لتوظيفه او انا شايف ان الخطوة دي مش خطوة صحية جدا انت ممكن بنفسك ان انت تبدأ انا لما بدأت بدأت بنفسي الطلبة للمشاركين من الجامعة في هذا الصالون كلهم طلبة مثاليين على مستوى الكليات مش بس دراسيا بل في النشاط الفني والاجتماعي والرياضي انا بشكر حضرتك جدا وبشكر الاستاذ الدكتور حسن راتب وشكرا اشكرك جدا جدا عايز اقولك ان شيء مهم جدا يعود للجامعة بالذات انا كنت طالب في معها التمثيل ونجري لمهرجان الجامعات لتعلم منهم كان بيقدمهم الاعمال الكلاسيكية العظيمة اللي صعب مصرح يقدمها كويس انه يرجع مصرح الجامعة تاني انا بوجه لك الدعوة من دلوقتي ان انا عامل مهرجان بجيزة خاصة لطلب المسالح الفرقة المصرحية الجامعية في جمهورية مصر العربية وبتقدير خاص للمدن الحدودية او اللي هي بعيدة عن القيرة وبعيدة عن العاصمة فحنتواصل مع بعضه وحتعرف الموعد بتاع المهرجان ده وحيتقدم في مدينة سومبول يعني بعد اذن الدكتور حسن راتب انا كنت حايف بس عقب واشهر اول حاجة انا احمد بها كلية طب الفم والاسنان صار ربعة اولا انا معرفتش استوى محمد صبحي غير ان هو بابا وانيس يعني في دماغي هيفضل هو بابا وانيس والنهاردة الدكتور حسن راتب يعني فرحني ان انا قابلت ناس بشوفهم في لوحات في جامعة سينة الاستوى الدكتور محمود الشريف واستوى عمري سلامة طبعا المدرج اللي انا موجود فيه على طول يعني فحايف اشكرهم وبحايف اعقب وادعوكم في جامعة دكتور حسن راتب في سينة ان احنا يكون الصالون دوت بين العزماء والنخبة وبين الشباب يعني في النهاية هتطلع شرارة هتطلع طاقة او رصاصة بس رصاصة خير رصاصة علمي رصاصة لأ يعني انا بقول الرصاصة هنا لسرعتها لسرعتها وشرارتها الكبيرة جدا وحرارتها العظيمة اللي بيتولد حاجات كتير جدا هتولد يمكن فكرة نصحح بيها اللي السيد محمد الصبح قال عليه احنا المؤسسات اللي هنا بخطة غلط يمكن 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 الشباب ومواجهتهم للعزماء نطلع شرارة تقوم بمصر اللي هي طبعا وطن زي ما صديقي مصطفى قال هي وطن مش لازم شعب مش لازم حكومة الحكومة والشعب هنا نزعل منهم نزعل من هنا بس الوطن هيفضل وطن وهي مصر شكرا الله عليك